شاركت مصر في جلسة الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية الذي يعقد ضمن اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة لأمم المتحدة بنيورك تهدف الجلسة إلى منقشة إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز الدعوة بشأن زيادة التمويل المناخي للدول النامية وخلال كلمة مصر التي ألقتها وزيرة التعاون الدولي تم تأكيد على ضرورة معالجة قضية التمويل العادل للتنمية من خلال عدد من التوصيات من أهمها ضمان حقوق البلدان النامية في الحصول على التمويل العادل ومعالجة التحيز في عملية الوصول إلى التمويل كما أكدت على ضرورة استكشاف أدوات التمويل المبتقرة مثل مبادلة الديون لتعزيز الاستثمارات وتوفير السيولة لتعزيز المرونة والقدرة على الصمود